السلام عليكم أصحوا يا أمة الإسلام أصحوا ماذا أصابكم وماذا دهاكم أغلبكم شاهد الغزر النجس السويدي الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بدولة السويد طيب لماذا أختار هذا الغزر السفارة التركية بالتحديد وأحرق أمامها المصحف الشريف لأنه عارف تماما غير دولة تركيا بالخصوص ما في أي دولة عندها الغيرة بصورة واضحة للإسلام صحيح غير تركيا ما في دولة مهتمة بالأشؤون الإسلامية إطلاقا وما تقول لي ده ده سياسة باسم الدين لا نحن منشيف بالظاهر الدول العربية من شغلة كيف أنها وهمها كيف ترضى الدول الغربية وأمريكا بالخصوص والدول الأفريقية المسلمة طبعا أنا ما بلومة للدول الغير الإسلامية يعني المسلمة همها كيف بس التراسة الأفريقي وهمهم بس نفتش على حضرتنا الأفريقية والدول الأسوية الأخرى برضو يعني تحت رحمة أمريكا وكلنا أصبحنا تحت رحمة أمريكا بما أنه نحن نتحت رحمة الله وحتى أمريكا تحت رحمة الله نعم يا جماعة أنا بأتكلم للمسلمين لماذا لم تدينوا دولة السويت على هذه العملية الشنيعة لماذا لم تقفلوا السفارات وكيف تقفل السفارات والعلماء في السجون الشيخ خالد الراجد السعودية عندما أهانت النرويد أصولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وأمر الشباب بأن يحتجوا ويعتصموا أمام السفارة النرويجية طالب الحكومة السعودية بإغلاق السفارة النرويجية وبقطع العلاقات الدبلوماسية مع النرويج قاموا بسجنه 17 عاما قهرا وظلما وكيف لي أن أطلب منكم هذا الشيء وأنتم من تسجنون مشايقكم بأيديكم واجهني ذلك للحكومة السودانية عندما أهانت فرنسا وشتمت نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كل السفارات عبرت أو أغلبها عبرت عن أسفها وأدانت فرنسا بشدة وبأشدة العبارات أن شتمها لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ويرتوى الشعب السوداني عشان مصلحتكم بالله عليكم تضيعوا الإسلام تضيعوا سمعتكم هل نسيتم بأننا خلقنا لنعبد الله فقط ما خلقنا لأطعام ولا لتنزه بالدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل نسيتم هذه الآية هل نسيتم مكارم الأخلاق هل نسيتم مكارم الأسلام هل نسيتم مقامكم الأول عشان الدار الفانية تضيعوا دار النعيم طيب نحن كمواطنون وكم مسلمون أفراد ليس لنا قوة ولا حول إلا بالله كلنا عبر هاشتاك واحد نطلق عبر هاشتاك واحد والآن عن لغة في التعليقات قاطعوا السويد قاطعوا السويد بس قاطعوا المنتجات السويدية أو قاطعوا السويد قاطعوا دولة السويد كلنا جماعة نصرة لإسلامنا الحنيف نصرة لديننا هل نسيتم أن المؤمنون أخوة هل نسيتم أن الوطن ليس أغلى من الدين وأن الدين أغلى من الوطن وأغلى من أنفسنا ونفديه بأرواحنا وبأموالنا وبوالدينا إنه الإسلام إنه معبرنا إنه إنقاذنا الوحيد من هذه الدارة الفانية وإنه معبرنا إلى دار السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر